اشتركوا في القناة بفرنسا بارحت حدتنا على الموضوع وقلنا أن فرنسا القتلسها في موقف حريج من بعد الاعتراف البرتغالي الذي أتى سنة بعد الاعتراف الإسباني فما لقاتش من غير السفير ديالها باش تحاول تهدأ الأوضاع داخل المملكة المغربية وتهدأ الأوضاع مع المغرب لكن كم طالبوا من وزارة الخارجية المغربية ما تطيحش مع فرنسا بل تكون عندها الجرأة وتسائلها مباشرة هنشوفوا أشغال السفير ديالها الكورتي اليوم طبيعة الحال على العلاقة ما بين المغرب وما بين فرنسا أما في الخبر الموالي متابعنا الكرام فقد نتحدثوا على البرلمانيين اللي ياخدوا الرشاوة من عند الجزائر تفضحوا تفضحوا وفضحوا من الله بسبب الإدانة الأخيرة هنعرفوا باقي التفاصيل على الأمر هذا وندروا مقارنة ما بين المغرب والجزائر وكيف شهاد النس هدو بانوا إلى حقيقتهم ونعطيوا حتى الأسماء لأن كل شيء راه واضح وبين أما في الخبر الموالي هنتحدثوا على تولوز يعني الفريق ديال أبو خلال طبيعة الحال كينا واحد دجة ضد يعني اللاعب ديال المنتخب الوطني بأبو خلال من بعد ما بغاء فرنسا تحترم الرأي دياله كما اللاعبون الآخرون تحترم آراؤهم كينا إشاعات على اللاعب أبو خلال هنعرفوا باقي التفاصيل عن الأمر هذا أما أخيرا متابعنا كرام هنختموا الفيديو ديالنا بهذا الخبر هذا موضوع مهم جدا اللي سبقوا تحدثنا عليه وهو الجهود لمواجهة الجفاف وتحديدا تحديدا البحث عن بذور مقاومة للإجهادات البيئية هذا هو الأمر للمغرب كيكثفه الجهود دياله ونعرفوا باقي التفاصيل لهذا الأمر هذا وهذا أمر مهم جدا كذلك لقدر يبعد المغرب على فرنسا أن نعرفوا باقي التفاصيل عليه ونختموا به الفيديو ديالنا دوال بركة الله الإخوان وكما قلنا لكم أمس ففرنسا القسلصها في واحد الموقف لا تحسد عليه تحديدا من بعد الاعتراف ديال بورتغال تقريبا كل دول أوروبية ماضية في الاعتراف بمغربية السعراء بغاية المصالح ديالها كان نظروا على ألمانيا ما أقوى الاقتصادات داخل الاتحاد الأوروبي كان نظروا على إسبانيا اللي هي أصلا المستعمر السابق ديال الأقاليم الجنوبية ديال المملكة المغربية كان نظروا على البرتغال اللي كانت العلاقات بعيدة تماما ما بينها وما بين المملكة المغربية فين هما الشركاء ديال المملكة المغربية هذا هو التساؤل حاليا اللي متروح أمام الفرنسيين فطوعة الحال المغرب مخصوش يكتفي بهات الصريحات ديال السفير السفير اللي أصلا من نهار جاء للمملكة المغربية وهو فاشل من نهار تم الاختيار دياله باش يكون يعني كسفير لفرنسا في الريباط فدك الساعة هديك بالسفير للإخوان اللي كيعيشوا فرنسا واللي كيعرفوا هتسيد هذا خرجوا في التعريق وقالوا أنها تسيد هذا فاشل هتسيد فاشل اخترشوا فرنسا لأنها على ما يبدو لا تهمها العلاقات مع المملكة المغربية فجاء الوقت لأن المغرب رقم صعب بالنسبة لفرنسا ومهم بالنسبة لفرنسا جاء الوقت الخارجية المغربية تفرض شروط ديالها رقم بقعتش دابة وسائل التواصل الاجتماعي اللي غادي تضغط على فرنسا ولا الإعلام ولا للا 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 فرنسا دابة حاليا خصها الوضوح خص وزارة الخارجية المغربية تقلس مع فرنسا على الطاولة هاد الكلام المعسول اللي غادي نقولكم دابة اللي قاله السفير الفرنسي المغرب ما عنده ميدر به وكيقولها الفرنسا من هنا هاد الكلام المعسول ما عنده ميدر به كينجوج حويج كيطالبوهم المغاربة كاملين من فرنسا ماشي غير وزارة الخارجية المغاربة كاملين كيطالبوهم جوج حويج من فرنسا شنو هما هو الاعتراف مغربية الصحراء وهذا أمر يعني ما خصوش المناقشة لأنها أمر محسوم كيف مما قال دا كنت عن الحزب الجمهوريون ديالهم أمر محسوم وما بقى الفرنسا ما ضيف فيه بقى الأمر الآخر وهو صحراء الشرقية خصتاء الفرنسا على الصحراء الشرقية وخص المغربية يقسم معها على الطاولة باش تحط الوثائق للمملكة المغربية ترضى الأراضي اللي تم ائتمانها عليها تأمنات فرنسا على الأراضي المغربية يعني فيش كنا نضروع للحماية كنا نضروع للحماية باش ما يطاولوش دول أخرى كانت اتفاقيات ما بين المغرب وما بين فرنسا فجأت فرنسا جدرت خانت داك المعاهدة اللي كانت عندها مع المغاربة وقطعت من الأراضي المغربية ومنحتها من لا حق لهم فيها فبطبيعة الحال دا بخارج السفير الفرنسي باش يحاول يغطي إلى القما يغطي فهنا يشيد قلك باستقرار سياسي للمغرب والشاركة التجارية بين البلدين البارح المغرب ما محتاش أنك يعني تشيد له باستقرار سياسي دياله معروف المغرب مستقر سياسيا الحمد لله المغرب عنده مالك وقابلينه قابلوا الشعب المغربي كامل كيوقعوا نقاشات ما بين الشعب المغربي وما بين الأطراف السياسية في المملكة وكتحل مع المغربة المفسدين راهم كيتحسبون راهم في السجون أغلبية ديالهم راهم كيتحسبوا في السجون واللي ما زال ما طاح شراء غادي يطاح إن شاء الله فاش غادي يطاح في القضاء والمغرب ما محتاش أنك تعترف ليه ولا تشيد ليه باستقرار سياسي سير شيد لبلادك لما فيه هاش استقرار سياسي حنا كنقول لكم مننا السيلوكوتي ولكن حاجة أخرى لك شراكة تجارية بين البلدين شراكة تجارية بين البلدين غادي يوكا تراجع غادي يوكا تراجع من بعد ما وصلت العلاقات ما بين المغرب والبرتغال لعلاقات ترقاب العلاقات الاستراتيجية وكذلك مع إسبانيا وكذلك مع الصين وكذلك مع البرازيل وكذلك مع عدة الدول البرازيل اللي كنا اتفاقية عند المغرب معها باش تبدأ صناعة حربية في المملكة المغربية الصناعة محلية من بعد ما جاءت صناعة السيارات اللي فجأة يكون بيها الملك محمد السادس أمس فغي يخرج دابا لوكورتي يعطينا هاتجوج ديال الكلمات معسولين وحنزع ما غاد ينتقوا به بحال هكك كريستوف لوكورتي قال يعني أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا فريدة من نوعها على مدار العقود الماضية واخه فريدة من نوعها مزيان فريدة من نوعها وشن دارت فرنسا بشتحفظ على هاد العلاقات هذي مبرزان أن حجم الشراكة التجارية يعكس مسانة العلاقات البيينية وأضاف لوكورتي خلال زيارة إلى إحدى الشركات المغربية بمدينة ستار البيضاء أن المغرب أول مستثمر إفريقي بفرنسا 2022 ما يجعل فرنسا الدولة الأكثر جاذبية في أوروبا بالنسبة إلى الاستثمار الأجنابي المباشر وكنقول لكم من هنا سي لوكورتي إلى كانت سنة 2022 يعني أن المستثمر الأول الإفريقي بفرنسا هو المغرب فكنقول لكم من هنا 2023 سترى أمور أخرى علش لأن بلادك اخترت الضبابية في المواقف وما اخترتش وما بغاتش توقف بالرجولة كما وقفوا الدول الأوروبية مع المملاكة المغربية مغربية السحراء لا نقاشة فيها كنقولوا هلك من هنا عاد غا يجي الموضوع دي السحراء الشرقية ومن هاد المنبر كنقولوا الوزارة الخارجية هاد الناس هذول لم يبقاش نافع معهم مواقع التواصل الاجتماعي ولا الإعلام ولا لأن هاد الناس هذول دير الرأس هما كيسمعوا تشي حاجة كنفضلوا لو يعني حبذة لو وزارة الخارجية المغربية تفتح النقاش مباشرة مع فرنسا بطبيعة الحال الماليك راه بعت الرسالة وقال بي أن السحراء هي النظارة اللي كيشوف من نهار المغرب للعالم هاد شي هاد راه وقع وطلع في الخطابات دير الماليك لكن فرنسا شدير دير الرأس هما كتسمعش بحل ما كينتشي حاجة وكتشوف في السما فاشنخصت دير دابا وزارة الخارجية لأنه قاع تلميحات طبقات فمغرب طبعا الحال سد وراها كي طبق تعليمات الماليكية مدام الماليك قال أنه هي النظارة السحراء ينظارة اللي كيشوف بها الدول الأخرى فالمغرب ما غديش يتعامل مع فرنسا إذا بغت فرنسا تتعامل وزارة الخارجية تحط نقاط على الحروف سلينا سالة تعامل وحتى ذلك الشركات اللي راهم كيلين حاليا في المغرب ستعاملون معهم يكون واضح علاش لأن راه بلدكم هي اللي ما بغتش تتعامل مع المغربة وهذا مطلب شعبي ليس بمطلبي الشخصي ولا مطلب أي أحد آخر فخاص طبيعة الحال يكون الأمور واضحة وزارة الخارجية المغربية تدفع على المصالح ديال البلاد مع فرنسا دابا جاو وقت حل الملف مع فرنسا وتقلس على الطويلة بغيتي تعترفي تبارك الله ما بغيتي تعترفي تدك الشركات يجمعو قشوشهم والله يعاوننا ويعاونكم احنا عارفين بأن المغرب ما كيترد حد ولقيني إلا كانش في استثمارات جديدة في المستقبل ما تحلمش بيها فرنسا وأهمها هو التجافي اللي عينها راهها فلتع لها وندوزوا الخبر المولي متبينك يرام وهذا موضوع صراحة الإخوان اللي مضحك للغاية كنشوفوا صحاب كي يسمي وريوسهم صحاب الديمقراطية وصحاب العدالة الاجتماعية وصحاب القيام وصحاب 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 في البرنامج الأوروبي هذ صحاب القيام وصحاب هاتش هذا كامل بدأوا كيبانوا على الحقيقة ديالهم كيفاش بدأوا كيبانوا على الحقيقة ديالهم هيتسألوا بزفة ديال إخوان يقول كيفاش بدأوا كيبانوا على الحقيقة ديالهم كما عرفتوا مؤخرا كانت واحدة الجلسة ديال الإذانة ديال الوضع إذانة الوضع في الجزائر ديال الإعلام والصحافة وحرية الرأي وهذا الشيء هذا كامل ففي ديال الجلسة هذيك كانوا بزر ديال البرلمانيين اللي كانوا واقفين ضد المغرب نفس الطريقة باش تمت الإذانة ديال المغرب تمت الإذانة ديال الجزائر تفرش البرلمان الإفريقي اللي ما دعمش المغرب وهذاك موضوع آخر تحدثنا إليه سابقا وكانت منهو أن المغرب يعرف كيفاش تتعامل مع هذ الأمور هذي ودهبا تفرشو بعض البرلمانيين الأوروبيين اللي كانوا كيقول لك سيدي هما مع حرية الرأي والإعلام وزيد 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 ولكن حرية الرأي والإعلام غير المغرب اللي ما كيتلقش الدولارات غير المغرب اللي ما كيعطيش الفويلزات غير غير المغرب اللي بطبيعة الحال ما كيتتعملش بطريقة اللي كيتتعملوا بها كبرانات الجزائر وهي ديبلوماسيات الشيكات هذي الناس هذو بانوا على حقيقتهم من وسط البرلمان الأوروبي شهدت جلسة تصويت في البرلمان الأوروبي على ملف حقوق الإنسان بالجزائر تضاربا في المواقف لدى بعض النواب الأوروبيين الذين امتلعوا عن الإدلاء بأصواتهم في وقت نددوا فيه بالوضع في المغرب وبحسب مصادر متابعة للملف فإن عددا محدودا من البرلمانيين رفضوا التصويت لصالح قرار الإدانة للوضع بالجزائر وهم أنفسهم من صوتوا لقرار البرلمان السابق حول الوضع بالمغرب شهو النفاق كيفاش داير يعني هذي الناس هذو ملخر كيفما قلنا لكم نهار صوتوا ضد المغرب قلنا لكم راما بهمش الإدانة دي المغرب لأن بهم ذوك الناس مساكلين راما بشدودين في الحابس كيفما كيقولوهما والقمع دي الحريات ودك الهلومة جرة اللي جوابها راما بهمش دك شيهادك كامل بهم شيكات الجزائر وكبرانات الجزائر أشيك نقولكم تفتحتوا لانتوما لكبرانات الجزائر وبحسب مصادر متابعة للميلة فإن عددا محدودا من البرلمانيين رفضوا تصويس لصالح قرار الإدانة للوضع بالجزائر وهم أنفسهم من صوتوا لقرار البرلمان السابق حول الوضع بالمغرب ويتعلق الأمر بحسب المصادر عينها بكل من مانو بنيدا رئيس مجموعة البرلمانية المشتركة بإسبانيا الذي رفض اتباع نهج نواب بلاده ومجموعاته السياسية الذين صوتوا للقرار الذي يعتبر الوضع الحقوقي في الجزائر متردديا والنائبة ساندرا بيريرا هدو هما اللي قلنا لكم مع صوتوا ضد المغرب شدوا الطيارة مشاو تندوف مباشرة هدو هما اللي غيصووشوا ضد المغرب مشاو كما دار نينسول مانديلا ولا الحفيد نينسول مانديلا شد الفاليزات وزاد في حالاتو غيصوشوا من هنا وشدوا الطيارة ديالهم قلقوا غدين حقا نشوفوا المقموعين في تندوف نشوفوا حنا مشي ومتماك نشوفوا شنو واقع مشي ومشوفوا شنو واقع في جيبنا حنا يراج جيب خاوي قاعد الحال تمك ما غيقدر تشي واحد يطالع عليك شنو ديتي وشنو جبتي ولكن فش غدين جيوا لإدانة بالنفس الطريقة وما قديشيش تصوت وما قلتش عندك الجراء تصوت ولا حلالون عليهم وحرامون علينا يطالع في المغرب لا راكين الظلم وفي الجزائر شنو كين شحال من حقوقت وقلناها قلناها هدك الساعات قلنا عندكم نهار يتمشي إدانة تمشي إدانة للجزائر لقاوكم كالتخبة وما قادرينش تصوتوا وما عندكم شوارات تصوتوا وخايفين على الشيكاز ديالكم وخايفين على الفضيحة ديالكم لاش لأنهم اخترقوكم لأن المخابرات العسكرية الجزائرية اخترقتكم وجنداتكم وإلا زنزنات دبانتكم سيتفضحو وتقولين مفضوحين إننا ستلقوهم ما ستلقو لكم شيكات غير هكك مخابرات العسكرية الجزائرية اخترقتكم وفاش اخترقتكم سجلاتكم وعندهم الإتباتات عليكم ودابا إلا زنزنات دبانتك ورفضتي ولا صوتتي ضد الجزائر ما بقيتش عندك الجرأة من هذا البشرة ما بقيتش عنده الجرأة حتى يعلي الراس داخل البرلمان كانت سألهم على البرلمان الأوروبي وشيكات الناس ما تبحثوش عليهم علاش شنو هو الفرق ما بيه المغرب وما بيه الجزائر علاش تصوز ضد المغرب وما تصوز ضد الجزائر هناك يبقى علامة الاستفاهم طروحة وكشفت المصادر ساليفة ذكر أن النائب ليفتريس نيكولاو الفانسو ومواطنه كوستاس باباديكس فضل هما هما الآخرين الخروج عن نهج مجموعتهما النيابية الممثلة لليولان وفضلا وفضلا تجاهل وفضلا اعتدر تجاهل الوضع بالجزائر وأن النائب الإسباني ميغيل أوربان كريسبو قرر الهروب من الجلسة بعدما كان صاحب مشروع الإذانة ضد الجزائر ومشاركا رئيسيا في سياغة القرار المشارك المشترك للنواب الأوروبيون هذا ايكون تراليه مشكلة واحد هذا مشى حرك الميلف كما يدي شي حاجة من بعد استق حرك الميلف غتلقاه كن مختارق كان عندهم عليه شي حاجة منين بنت ما يمكنش نتالي حركتي الميلف وتخلى على الجلسة دي تصويت ما يمكنش نتالي حركتي أصلا الميلف وتخلى على الجلسة دي تصويت بل يوم في المياه المخابرات العسكرية الجزائرية اخترقاته وهداته سيد سمح قعف البرلمان وهرب علاش لانها غذيت تعلق وانتو ما عارفين الى حصل البنان في اوروبا كيتتعلق عشوني كيتتعلق بكل ما تحمي الكلمة من المعنى فهتلقاهم كيديروا بحال هكا هتلقاهم كيديروا بحال هكا علاش لان عسكر الجزائر وكنقولها لدك البشر دك بوزبال يمشي يسعى على الجزائر باش يخرج يعرض البلاد ولا يدير ضد البلاد وكنقولها لهم من هنا كنقول لهم را ما غي يختارقوكم ورا غي يصوروكم ورا غي يبهدلوكم را هي إلا ما خضعتيش لي وما حطيتي ليش الراس را غي يبهدلك فالمخابرات بصيفة عامة كتكون هذه هي العمل ديالها إلا بعطي الكرامة ديالك وابعطي الصوس ديالك وابعطي الشرف ديالك لأي مخابرات في العالم كيف مبغد تكون را غادي تبهدلك فالأخر را غادي تشدك وغادي تسرسك وهذا الشيء ذا اللي كيترى من الناس اللي كتكون مكشوفة ومختارقة طبيعة الحال وندوزو الخبر الموالي متابعين الكرام هنا غا نتحدثو على بوخلال بوخلال اللي تعرض لواحد الحملة ذيال واحد الهجوم شاريس طبيعة الحال بوخلال شنو ترى ليه بوخلال ارفض يتبنى واحد الامر اللي هو ما كي ببرتاجيش مع الناس قالها بصريحة العبارة سيد قال أنا كان أحترم من الناس كاملين ما كانت عدى لحد ما ضد حد ولكن أنا حر شوفوا هين فصلات فرنسا علاش زحمة علاش اللعابة الكورة جيوا تديرو لهم هاد الاحراج هادا تلبسوه الميتلية ولا ما تلعبوش وخارج وزيرة الرياضة قال لك سيدية عاقبوا هاد الشباب هادو اللي متانعوا فبوخلال من بعد هادش ودك السعر هادي بدو كي يخرجوا بالقدوب شنووقع من بعد ما أرفض بغوي ردوه دو كوري وبغوي ردوه ضد المرأة وبغوي يصوره في واحد صورة قبيحة هادش علاش غادي نقول لكم أشو وقع وبالتفصيل خارج الدولي المغربي المحترف بنادي تولوز الفرنسي لتبرير عدم مشاركته في المباراة التي جمعت الأحد الماضي فريقه بنادي نانت لحساب الجولة 35 الدولي الفرنسي لكورة القادم امتنع ابو خلال فعلا امتنع من المشاركة علاش لأنه مبغاش يبرتجيش حاجة اللي هو ما مقتنعش به هو إلا غي منافق فالسيد شنو قال طبعا الحال امتنع ابو خلال عن المشاركة في المباراة بسبب رفضه لحملة دعم حقوق المثلية في الدولي الفرنسي حيث قال عبر حسابه بتويتر بكل آدب سيد هدر قالهم انا من اتخذت القرار بعدم المشاركة في مباراة واضاف الدولي المغربي اولا وقبل كل شيء ارغب في التأكيد على انني احمل احمل اقصى قدر من الاحترام لكل فرد بغض النظر عن تفضيلاتي الشخصية او الجنس او الدين او الخلفية تابع نجم تولوز ان الاحترام قيمة احتفظ بها واقدرها بشكل كبير انها تمتد الى الاخرين ولكنها تشمل ايضا احترام معتقداتي الشخصية مضيفا لا اعتقد انني الشخص الاكثر ملاءمة للمشاركة في هذه الحملة اتمنى بصدق ان يتم احترام قراري ما قلتشعي ما قلتشعي من يحرجهم بهذه الطريقة هذه والقورسهم في واحد الموقف حريج شنو قالوا قالوا نجيو نديروا عليه واحد الحملة شنو هي هذه الحملة هذه من بعد هذا وزيرة الرياضة الفرنسية اميلي اوديا كاستيرا طالبت معاقبة خمسة اللاعبين لرفضهم مشاركة في هذه الفاعلية المساندة المثليين ومبينهم بوخلال ومبينهم سينيغالي ومبينهم مصري ومبينهم بوخلال كذلك جاء ذلك حسب وسائل اعلام فرنسية كانت تقارير اعلامية فرنسية اكدت ان بوخلال هذه هي الاتهامات اللي طالت بوخلال قال كاستيرا دخل في مشادات كلامية مع نائبة عمدة المدينة بعد مطالبتها اللاعبين بالالتزام بالالتزام الصمت خلال القاء مدرب فريق لكلمة من مبنى الكابيتول قال كاستيرا ارجع جاوبها هو من قتله ماذا هذرا هذه جاوبها قال لها ان النساء لا تتحدث هكذا مع الرجال وهذا كذب هذا كل كذب فرغم نفي نائبة عمدة المدينة للأمر اعلن نادي تولوس فرنسي في بيان ان اللاعب زكريا ابوخلال سيتدرب بعيدا عن لاعبي الفريق الاول الى اشعار اخر في انتظار نتائج تحقيق حول الادعاءات التي نشرتها احدى الموابع سيدا فات وقالت لهم ها سيد هذا لماذا هذا الكلام ورغما عن كل ذلك خارجين يعقرج الفريق يعاقب مجرد كذب وانا كنتمنى ان بوخلال يتابع هاد المواقع الكذبة هاد المواقع المتشبه بالمواقع الكرغولية اللي كتدير حمالات عذائية ضد الناس كنتمنى يتابعهم لانا رضروه في الحياة اليومية دياله الحياة الشخصية دياله ملقاوش منين يشدوه كما قلنا لكم حيث السيدجا من الاخر انا ما كنبرتاجي واحد الامر ما غادش يتفرضوا علي ما غادش تفرض علي الميتلي ولا نكون ميتلي وانا ما كنت تقاسمش ذاك الامر هاداك فهما بغوا يفرضوا على اللاعبين هو اختار ما يبرتاجي ذاك شي وقال بكل احترام انا كنحتارم الناس فحتارمو نيتا انا وحتارمو الاختيارات ديالي والميولاس ديالي لا اقل ولا اكثر ولكن هذا الشي هذا ماشي هو اللي بغوا فرنسا فرنسا بغوا يفرضوا عليك وتبقى يعني يدك فوق راسك ندوزو الخبر الاخير المتابعين كيرام واللي نختمو به الفيديو ديالنا كما قلت لكم المغرب امام وحد تحدي كبير وما شغل المغرب دول العالم كاملة وبالاخص المغرب علاج لان كما قلت لكم منظور البوذور اللي كي اعتمد فيه على شركات فرنسية الكوشتو تعامل ليا الفرنسا مع المغرب كيفاش ولا طبعا الحال مخصوش يبقى معتامد على فرنسا بالاخص فالميدان هذا لان هذا يضرب الامن الغذائي ديال المغرب فالمغرب حاليا كيكتف الجهود ديال لمواجهة الجفاف بالبحث عن بوذور مقاومة للإجهادات البيئية هذا هو بيت القاصدة الاخوان وهذه هي طريق صحيحة اللي خصت تسلكها المملكة المغربية الجيو اللي جاي كله متعلق بالأمن الغذائي بجم نكون واضحين متعلق بالبوذور متعلق بالمواشي متعلق بالأمن الغذائي ديال أي دولة كيف ما بغت تكون إلا بغت تمشي في المسيرة ديالها مزيان قصها تأمن الغذاء ديالها وتأمن الغذاء ديالها الشعوب ديالها وما تكل على حد لأن يلا تكل تي على دول أخرى رغض يبقى الشعب ديالك بالجوع وهذا هذا رهبان في الحرب ديال روسيا على أوكرانيا فاش الحب بتمنعات ملقوش الناس ما يأكلوا شوفوا الحالة ديال لبلان حاليا شوفوا الحالة ديال ميصر حاليا شوفوا الحالة ديال عدة الدول العربية لما قدرش أمن الغذاء وكرغاليستر ها غيحدانا لما قدرش يأمنوا الناس ديالهم ما يأكلوا فنتمنوا أن المغرب يشتغل على الأمن الغذائي فوق كل شي وما يعتمت على الدول المريقة مثل فرنسا تحياتي الإخوان كنشكركم بزاف على الحضور ديالكم على الدعم ديالكم على المساند ديالكم على القناة كما دائما نشوفكم إن شاء الله فيديو خور مدخور شكونا دائما في أحسن الأحوال كنتم في العيس لله السلام عليكم